بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تابعه ده ثم أما بعد أحيانا ينكسر مجلسنا لأمر عارض أو حادث مستطير نحن ندرس كتب المتقدمين لكن عندما تنزل نازلة لا نصم أذاننا ونعم أعيوننا بل لابد أن نبادر وأن نتكلم في هذه النازلة والحقيقة من أمس والإنسان لا يكاد أن يسيطر على مشاعره وأعصابه إنهم يزعمون أن الأمور تغيرت لصالح الإسلام لأن الموجود الآن ليس حرية ولا تمكين وإنما هو فوضى والفوضى ليست لصالح الإسلام كما قلت لكم من قبل وإنما هي لصالح من لصالح العلمنيين لصالح الرافضة لصالح الصوفية لصالح النصارى لكن ليست لصالح المسلمين كلام ده قلته منذ شهر اليوم اسمع ما الذي يحدث حدث هناك أمرين في غاية العجب الأمر الأول بيتعلق بمقتل أختي أسلامة هي وزوجها وابنها والكلام ده يوم 22 أربعة يعني كم ده أول مبارح أول مبارح عندنا هنا في المنصورة حدث شابه بذلك الأمر ولكن الله سلم كم ده منذ عدة سنوات أن هناك رجل تزوج مرأة فأسلمت وأنجب منها أولادا ثم بعد ذلك أثناء سير أمام مبنى المحافظة في المنصورة تم إطلاق النار عليه والأخ إلى الآن مصاب بشلل وطريح الفراش إلى الآن ولا يتحرك إلا على الكرسي المتحرك ولم يحدث شيء في مصر ولا في المنصورة قلنا بسبب الضغط الأمني ولا بش عرف إيه ولا أنا ستطيع المصالح والمثاسد وبتاع خلاص مش ردي حصل إن في هناك أخوات كنا نصرانيات وأسلم وفي ضغط معين تم تسلمهن إلى القساوسة وإلى الآن لا نعرف عنهن شيئا أكثر من خمسة وخمسين أخت أسيرات في كنائس النصار بيأكلوا إزاي بيناموا إزاي عايشين إزاي الله أعلم الله أعلم بلد مسلمة فيها ما يقرم من خمسة وسبعين مليون مسلم وفيها ستة نصار ستة مليون نصران ستة مليون نصران هم الذين يوجهون البلد ويحددون مصيرها وأين الدعوة وأين المشايخ وأين 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 المصالح والمفاسد طيب نأتي الآن إلى الرافضة تم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران وسيجري الآن إنشاء سفارة خاصة بإيران والآن سينطفض الرافضة في مصر ليكونوا المساجد والحسينيات ويكون هناك تنسيق بين الرافضة وبين الصوفية لسيام الطريقة العزمية وكلام دا أنا قلت منذ سنين أن الرافضة مطيتهم إلى مصر هم الصوفية كم دا قلت منذ سنين والله الكلام دا أيل منذ سنين مطية الرافضة إلى مصر هم الصوفية اللي بيحدث الآن نسير في هذا الاتجاه إذن النصارى الصوفية الرافضة العلمانيون الآن يهجمون علينا هجما ويشوهون صورتنا في كل الوسائل يعني عمر عجيب في الوقت الذي تقتل فيه الأخوات المسلمات ويكون نأسيرات في الأديرة والكنائس في الوقت الذي يقتل فيه المسلمون لأنهم تركوا النصرانية وأسلمه دون أي ضجة إعلامية كأنها خبر في أخبار الحوادث زي ما يكون واحد مثلا فط وسرأ ذكر بط أو معز يجي في أخبار الحوادث لكن أن يقتل مسلم ومسلمة وابنهم وفيه شروع في قتل البنت أيضا هذا الأمر لا ضجة حوله ولا أي شيء يعني الضجة التي رافقت الحرق شقت هذا النصراني لو أيمان دمتري في الصغير أو حادثة قطع أذن النصراني ضجة كبيرة الدنيا أمت معدتش الدنيا أمت معدتش بينما قتل المسلمين والمسلمات يمر كأنه صحابة صيف من المسؤول عن ذلك إنه الإعلام الفاسد وأيضا النظام الموجود الفاسد إن النظام لم يتغير قلت ما طلم أننا لا نرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نتحاكم إلا لا نتحاكم إلى الشريعة إذا ما فيش حاجة ضايرت وحتى نتحاكم إلى الشريعة وتعود مصر قاعدة الإسلام لابد أن نربي الشعب من جديد الشعب لكله يتربط بالإسلام مش الشعب يعرف الإسلام لا الشعب يتربط بالإسلام بحيث لو حدثت أي مخالفة كما انطفض الشعب من أجل رغيف العيش ينطفض الشعب من أجل ماذا من أجل الإسلام طب هم دلوقت ما الذي سيفعله الشعب من أجل ما حدث في أكتوبر أكتوبر يعني قتل الأخت وزوجها وابنهم إيه لا يحصل قصارة الأمر مظاهرة حدثت في الإسكندرية خرجت مسجد القائد إبراهيم وبس ونتهى الموضوع على كده والإخوة ترجع بقى إحنا طلعنا عرقانين ومجهدين بقى إحنا طلعنا في مظاهرة وعملنا وسوين لكن ما الذي حدث ولا أي شيء ولا أي شيء وسينتهي الأمر وسينتهي الأمر لماذا لا نقاطع كل هذه الإجراءات السياسية وتكون هذه المقاطعة على الأقل تعبير عن رفضنا عن رفضنا لهذا الواقع المرير على الأقل نقول بإنه فيش نجد دموقراطية في البلد أنتو أنتو بتقول دموقراطية جميل ومعنى الحرية حرية التعبير وحرية الفعل ما دام ذلك في إطار السلم طب ولماذا ولماذا لا تطبقون ذلك طب هل من الحرية أن تمنع المنتقبات من دخول الجامعة أو من دخول الامتحينات هذا الحكم النهائي في يوم الأحد 24 إبريل اسمعوا هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا آخر درجات التقاطي في مجلس الدولة أمس حكما نهائيا بحضر ارتداء النقاب داخل لجانة الامتحانة الدراسية لتؤيد حكما سابقا من محكمة القضاء الإداري أو الدرجة بمنع ارتداء النقاب وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا النهائية وبتة ولا يقبل الطعن عليها بأي وجه من أوجه التقاطي يا إلهي فهمنا يا إخوان ولا قادين كده مش فهمين فين الديمقراطية وفين الحرية يبقى للبسة وللبسة طبعا الصيف هيدخل هيدخل أهو وللبسة ملابس ظهر كل جسمها تيدخل عادي برفانات ومكياجات ويسيب شعرها ومبهدأ لنا بأخر بهدل لتخش الامتحانات والامتحانات الشافة والتحرير والمعمل والرويند والسيكشن وكل حاجة بينما المنتقبة ارجع وار فين الحرية فين الديمقراطية ينفع في ظل هذه الأجواء أن تكون لنا مشاركة إيجابية إذا كنا مش قدرين نطبق الحرية والديمقراطية في الثياب في الثياب أن نستطيع أن نطبقها في حكم الله عز وجل اللهم استعم طبعا هذه المحكمة الإدارية العليا لأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام جهل بالإسلام بالآخر فبيعتمد على معلوماتهم على مين على المفتي طيب هل المفتي هذا جدير أن يكون مفتيا للبلاد ليس جديرا هذا الرجل هو الذي كان يفصل القوانين والفتاوى المناسبة للنظام السابق دعك من ذلك سأخبركم ببعض من فتاويه وآرائه لتعلموا مدى ما وصل عليه هذا الرجل من جهل شديد وأنه لا يجوز شرعا أن يكون مفتيا لمصر إحنا لو جبنا راجل بيع بصل خلانه مفتي أحسن من ذلك الرجل على الأقل بياء البصل هيسأل قولي عالم ينفع كده لم ينفعش نقدر نقوله الرجل ده بيرى أن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الغوث منه ليس بمعصية يعني لو واحد مثلا وقع في أي مصيبة أو مثلا حصل له أي مشكلة يقول له يا رسول الله اشفي البطني أو يا رسول الله رجلي بتوجعني فاشفي لرجلي بيرى أن هذا جائز والتوسل بالرسول والغوث وطالب الغوث منه ليس معصية بيرى أن الرسول مخلوق من نور هذا جابر الرسول مخلوق من نور بيرى ذلك بيرى أن الشافعي وابن حجر والنوي كانوا صوفيا ماشي بيقول أن الصحابة كانوا أشاعره أمر في منتهى العجب الصحابة كانوا أشاعره الله المستعان اشعاري في القرن الثالث لهجري يعني بعد الصحابة بأكثر من متين سنة بيقول أن الصحابة كانوا على مذهب الأشاعره بالضبط إذا لم يحد يقول إن جدي أنا المخلفة بيقول بأن الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين ليس من الشرك في شيء الطواف حول قبور الأولياء والصالحين ليس من الشرك في شيء يا ما شاء الله الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين ليس من الشرك في شيء سبحان الله من اعتقادات هذا الرجل على جمعة أن المرسي أبو العباس كان يرى الرسول في اليقظة كل يوم المرسي أبو العباس ده الأسكندراني كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة يعني كده كل يوم هو ألعى نفسه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة الله أكبر وصافحه دي رواية ده زيادة في الرواية يعني ماك رواية بزيادة وصافحه ولكن هذه الزيادة تحتاج إلى إيه إلى دراسة فإن كانت لا إن كانت دي زيادة من ثقة يمكن أن نقبلها لكن الجماعة بيقولهم إنه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فيترى نقول إنه زيادة دي ثقة خالف جماعة الثقات ودي فيها مبحث يعني حديث نعم كلام ده وصافحه سمتاه يبقى واحد سمح سمعت أيضا إيه إيه قالها عندكم في الكلية صوت وصور إيبقى إذن هذه الزيادة لها أصل صحيح نعم طيب لحظة واحدة إقرار بردة البصيري عرفين بردة البصيري طبعا اللي فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم من أجله خلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن وأعطاه علم الغيب والقلم كل حاجة أعطانه صلى الله عليه وسلم إقراره وافتراؤه بما يسميه بالوهابية وأنهم تعوانوا مع الإنجليز والفرنسيين اعتقاده بأن الأخلاق والأمانة موجودة في النصارى وليست موجودة في المسلمين حزبي الله ومن العجيب أن هذا الرجل له ممارسات عجيبة جدا نذكر ممارسة واحدة طبعا الكلام دا ليس سرا والله لو كان هذا سرا ما فشيته ولكن هذا موجود على النت ونت ذا بيعرفه عشرات الملايين بل مئة الملايين فلو ذكرته في المجلس ليس هذا إفشاء للأسرار ولكنه نقل لما هو معلوم هذا الرجل ذكرت زوجه من زوجاته أنه تكرر زواجه من سيدات أخريات غير زوجته الأولى والتانية وعددهم عشر زوجات عشر زوجات وهذا كله في السر دون أن يعلم أحدا عشر زوجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا الرجل بهذا الاعتقاد الفاسد هل يصح أن يكون مفتيا لمصر سبحان الله هذه البلد الشامخة التي دافعت عن السنة مصر البلد التي دافعت عن السنة يكون مفتيها رجلا له مثل هذه الاعتقادات الفاسدة إلى الله تعالى المشتك فإذا كان الوهبيون عملاء الإنجليز والفرنسيين والعجيب أنه عندما أتى إلى جماعة المنصورة ورفضت الإدارة الجامعة أن ذاك أن أي دكتور له توجه إسلامي حضر المحضر رفضوا تماما لأن طبعا ممكن بفيه لك مشاكل فلما أراد أن يستدل على أنه لا يجوز النقاب قال النقاب حرية ولكن حرية لها حدود الحرية لها حدود وسدل على ذلك بشيكسبير أخذ بالك إزاي هذا دليل المفتي إيه اللي حصل شيكسبير قال جاه واحد رح مدخل صدعه في مناخير شيكسبير فقال له بتعمل كده ليه قال له دي حريته قال له لا حريتك تنتهي حريتك تنتهي إلى أول الأنف إن الحرية لها إيه لا خدود طب الحرية لها حدود مع النقاب وليس لها حدود مع المتبرجات يا إله العالمين كيف يكون ذلك هذا دلالة على أن الوضع في مصر لم يتغير وأنه ليس لصالح أهل السنة وإنما هو لصالح أعداء الإسلام فانتبهوا أيها الكرام طبعا أنا لو تركت لنفسي العنان في هذه المسألة لوجدت عجبا طيب المطلوب كثير يا ترى ماذا يمكن أن تصنع وجدت من دوري كأستاذ جامعي أوجدني الله تعالى في هذا المكان لكي أرفع راية الإسلام ولكي أكون سببا في هداية الطلاب إلى الله عز وجل ألقيت محاضرة هنا في المسجد في فاجر يوم الجمعة 14 يناير وبعد هذه المحاضرة طلبت من بعض الإخوة الطيبين أنهم يعملوا حصر بإميلات أسادية الجامعة في مصر كلها وسط الإميلات أدّي إيه يا أخ محمد نعم إيه يعني قريب من كم قريب من الألف قريب من ألف أستاذ جامعي حصرنا الإميلات بتاعتهم والأساسة دولة ما بين عمداء ورساء أقسام وأساتذة وأساتذة مساعدون ومدرسون يعني دول اللي هم الطبق المؤثر في الجامعة اللي هم الدكاتر لكن المدرسين مساعدين والموعدين والنواب لم أرسل إليهم لأن دول عندنا الجامعة زي الجيش طالما أنك لم تخصل على الدكتوراه يبقى صوتك ضعيف بتغير حالك أول ما تخصل على الدكتوراه فأرسلت لهم جميعا هذا الخطاب وسأقرهه عليكم عنونت هذا الخطاب الذي أرسلته إلى ساتذة الجامعة في مصر عنونته بمحاربة النقاب عدوان وعصيان فقلت النقاب هو ما تلقيه المرأة على وجهها وصدرها فلا يظهر منها شيء إلا العينان فقط ومن أهل العلم من ذهب إلى فرضيته كأحمد وذهب غيره إلى استهدابه وسنيته وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أنه سنة قالوا إن كثر الفساق وخيفة الفتنة فإن المشهور من أقوال المذاهب هو ستر الوجه فتحصل من هذا الكلام أن أهل العلم أجمعوا على مشروعيته لكن اختلفوا في درجة المشروعية ما بين فرض وسنة وبهذا هل يمكن لأحد بعد أن استقرت المذاهب أن يحدث قولا ثالثا مخالفا لهذا الإجماع مدعيا بأن النقاب ليس من الإسلام أو هو بضعة فهم يخلنا الكلام ده يعني فيه طائفة آلة إن النقاب فرد وطائفة قاتل وإيه سنة ده كل أهل العلم إذن أجمع أهل العلم على مشروعية النقاب لكن اختلفوا في درجة المشروعية هل هو فرض ولا سنة إذن ليس هناك خلاف في مشروعية النقاب ولكن الخلاف في ماذا في ماذا في درجة مشروعية النقاب فرض ولا سنة طب ينفع بعد كذا بعدما الإجماع هذا حصل إن نحن نحدث قول ثالث في المسألة الجواب لا يجوج ذلك يحدث قول ثالث عند الأكثرين كما قال الرازي وعليه أكثر الأحناف ونص عليه الإمام أحمد وأيضا الإمام الشافعي في رسالته حيث عللوا ذلك بأن القول الثالث خارق للإجماع المتحصل من هذين القولين ومن أهل العلم من قال بأن القول الثالث إذا كان عليه الدليل إذا كان عليه الدليل ولا يخالف الإجماع المتحصل من هذين القولين فلا بأس وهذا قول المتأخرين من الشافعية وعيره إذا الدليل شرع مش الدليلش كسبير يعني يجوز إحداث قول ثالث إذا كان موافقا للدليل ولم يكن معارض الإجماع جاز إحداث القول الثالث لكن إيه الدليل بتاع سدهم علي جمعة إيه الدليل شكسبير بئس الدليل وبئس المستدل وإذا نظرنا إلى مسألة النقاب نجد القول بأنه بدعة أو ليس من الإسلام نجد هذا القول مخالفا للإجماع ليس عليه دليل ولا برهان فبات قولا غير معتبر وصاحبه عاص خارق للإجماع متبع غير سبيد المؤمنين قال الله سبحانه ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيد المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وتعاون المسلمين إنما يكون في المعروف تعاون المسلمين إنما يكون في المعروف أي ما شرعه الله ورسوله ومن جملة ذلك الشرع النقاب حيث الإجماع المعنوي على مشروعيته الكامل فت اسمه إجماع معنوي إجماع معنوي ليس إجماعا لفظيا ليس إجماعا صريحا إن الكل أجمع على مشروعيته لكن اختلفه في درجة المشروع يسمى إجماع معنوي قال الله تعالى وتعاونوا على البرج والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما الطاعة في المعروف وعليه خلي بلنا في حتى ذي وعليه فإنه لا يجوز إصدار قرار من أي جهة من أي جهة كانت بحضر النقاب لفتوى أو رأي ديني لأنه رأي غير معتبر ويكون مصدر هذا القرار مخالفا لشرع الله يبقى الكلام اللي حصل دا الكلام دا منذ سنة سنة وشوي الكلام دا منذ سنة وشوي إذا العاريات مثل الراقصة بيونسيه أحيت حفلا ببرتغالي في البحر الأحمر يوم سبعة أحداشر ألفين وتسعة وهي عارية وتقاضت تلاتة مليون دولار يعني ستاشر ونص مليون جنيه مصري تقاضت ستاشر ونص مليون جنيه في تلاتة أربع ساعات يعني الساعة بحوالي ما يقرب من أربعة ونص مليون الساعة بأربعة ونص مليون حسب الله ونعم الوكيل نسمح للراقصة بيونسيه في بلدنا أنها ترقص وهي عارية واتغير ملابسها على خشبة المصرح وطبعا بتقولهم غمضوا عنيكم واتقوا الله ولا غير ملابسها ازاي وتقاضت تلاتة مليون دولار يعني احنا عندنا أزمة في العملة الصعبة ونديها هي بالإيه بالعملة الصعبة أتترك هذه الفاجر العاهرة وتحارب المنتقبة هذا لا يكون إلا عندما انطمس الله على قلبه وفؤاده كلام ده أخوانا قبل الأحداث بسنة وشوي وكان أمن الدولة موجود ودنيا كلها موجود فأناشد إخواننا أسادذة الجامعة ألا يطيعوا هذا القرار الآثم والله الهادي لسوء السبيل كلام ده موجود وتجدوه إن شاء الله على موقع البصيرة مؤرخ في هذا التاريخ 14 يناير 2010 أظرف حاجة إن أنا عملت بريد إلكتروني خاص عشان أستقبل بقى مئات المكالمات أستقبل مئات المرسلات وعملت خط مخصوص وخط تلفون مخصوص قلت ده عشان بقى زميلنا بقى في الجامعات يتصلوا ويحصل بقى رواجوا الكلام ده وسألتها قلت للإخوة هنا إن هذا القرار لن يغير إلا بحاجتين اتنين الأضايا مش هتغير حاجة لو تذكروا هذا الكلام قلت نتغيير القرار بحضر النقاب لن يكون إلا بحاجة من اتنين إما عن طريق أساتذة الجامعات وهذا لا أظنه لأنهم أجبا من أن يصنعوا ذلك نمر اتنين أو أن يكون عن طريق الطلب أنفسهم قلت مش الإخوة اطلب كلهم حتى أنتوا قلتوا لي طب إزاي قلت لكم كل واحد يفكر ويتأمل هذه المسألة مين الفاكر حاجة كده يرفع أيده كده طيب الحمبر الله وأيضا حدث هذا الأمر إن بعض الدوائر القضائية حكمت للمنتقبات ودوائر تانية حكمت ضد المنتقبات في النهاية تأيد الحكم ضد من؟ ضد النقاب بفتوى من مولاهم ليس مولانا أبدا من مولاهم علي جمعة إذن أنا اعتقادي بأن هذه الفتوى التي قالها هذا الرجل علي جمعة فتوى آثمة واعتقادي أنه عاص لله ورسوله واعتقادي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا لمصر واعتقادي أن هذا الرجل ينبغي أن يعزل من منصب الإفتاء ينبغي أن يعزل من منصب الإفتاء لأنه سيء الاعتقاد ولأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع العلماء أرجع وأقول بأن الأمور عندما تحرك ولا يوجد فيها إلا الإخوة فقط ما ينفعش يعني يقولك أن أطلق شباب الحركة السلفية بالجماعات المصرية عدة حامات إلكترونية ينبغي أن الشعب يشترك معنا قلت بأن أي عمل جماعي قوي مؤثر في الواقع إذا أردنا أن نسمع به لابد أن تكون رفع ضمانة الضمانة إما من الجيش ويغسل إيدك من دين يغسلها عشر مرات مش يغسلها ثم مرات يهدون بالتراب يغسلها عشر مرات وإما أن تكون الضمانة من الشعب طيب الشعب دلوقتي ممكن يشترك القضايا دي يعني ممكن للناس اللي هما خرجوا في التحرير يخرجهم يطلبهم بالإفراج عن الأسيرات المسلمات هل ممكن إذا كلها ترجع وتقول إحنا عاوزين القصاص من قتلة المسلمين منذ يومين ممكن هل ممكن الشعب ده كله يطلع ويقول زي ما فيه متبرجات واخدون راحتهم بمقتضى ديمقراطية العوراء الكسحاء الشوهاء الفاشلة التي ليس لها وجود بمقتضى ديمقراطية يبقى المنتقبات برضك ياخدوا راحتهم شعب ممكن يقدر يشتعل حاجة دي كلها لو قلنا شعب ما يقدرش يبقى لسه الدعوة لم تجعل لها قاعدة إذن الدعوة ليس ضعيف الدعوة ليس ضعيف ما فيش حد يشتعل قضايان ما فيش حد يشتعل رسالتنا يبقى احنا دلوقتي لابد نرب الشعب من جديد ولابد نهد الأنفاس ونبدأ نهد العدة لجولة القادمة مش ان احنا ننهك القوة من أجل صراعات حزبية أو سياسية فاشلة فأنا يعني أقول بأن الحل بالنسبة للأخوات المنتقبات حاجة من اتنين اللي قلته منذ سنة هقوله دلوقت إن أساتذة الجامعات جميعا يوقفون الدراسة في الجامعات في شوالة دكتور يحضر محاضراته طبعا كلام ده أوضح شوية من اللي فات ده أول حاجة الحاجة التانية إن كل الدكاترة تدخل المنتقبات غصب عن عين الإدارة بتاعته كلية وعميد الكلية اللي اعترض إذ دكاتر تشيره ده دكاتر رجال بيحمل الإسلام قضية ولو ترافد من الجامعة لو باع فجل وجرجير وطماطم على نص شرع الجلاء أكرم له من أن يكون ذليلا في جامعة في جامعة يهان فيها شرع الله عز وجل أنا وحي ناسا عمل كلام ده والكلام ده أنا عملته أنا قلت في الجامعة والحمد لله الطالبات عارفين كده كويس جدا كانت امتحاناتنا يوم جمعة الكنترول بتاعي كان يوم السبت دخلت الكلية قالوا لي تعالى سيادة الوكيل أعوزك طبعا فيهم تعوزك عشان ايه اروح تلو معذرة والله أنا أتكلم عن نفسي ولكن أقول أشياء لله أولا ثم للتاريخ عشان بعض الإخوة يظنهم أن أنت يعني فعلم تاني المهم وكيل كليتنا رجل محترم جدا حقيق ورجل خلوق قال لي يا دكتور أحمد ناو تعمل ايه في الموضوع اللي انت عارفه قلت له والله سيادة الوكيل أنا رجل مسلم والمسائل دي شرع ربنا عز وجل ومش أخلف شرع ربنا يعني قال لي هدخل قلت له آه هدخلهم طبعا ودي فيها عاوزة كلامي سيادة الوكيل تختبرني ولا ايه قال لي طيب سيادة العميد عاوزك المهم كلام ده حدث بالفعل ورجل سيادة العميد هو رجل محترم وتجمعني به صداقة قديمة أيام ما كنت لسه لمعيد صغير وكان هو يعني هو أكبر مني وكنت يعني أحترم محترما كبيرا ولازلت أحترمه ولازلت أحترمه نصل تعالى ان ربنا يمد في عمره واجعله من خيرة الناس فالمهم قال لي يا دكتور أحمد انت ناو تعمل ايه في النهاردة قلت له يا سيادة العميد يعني أعمل ايه عند قال لي دلوقتي عندنا قرار من رئيس الجامعة بمنع دخول المنتقبات لجانة الامتحاد فانت ناو تعمل ايه قلت له أنا هدخلهم لجانة الامتحاد كنترول بتاعي على الأقل أنا لي حكم على كنترول بتاعي فالكنترول بتاعي هدخله قال له رئيس الجامعة قلت له رئيس الجامعة أنا كم اكتبه قال لي طب لو جاه الكلية قلت له لو جاه باحترامه أهلا وسائل لو طل حد أنا هطلعه من اللجان قال لي طال رئيس الجامعة قلت له ايه قلت له ان أنا المسؤول عن اللجان فقال لي طيب خلاص طبعا حصل حوار طويل بينه وبينه واللي اعتبر نفسك مش موجود في اللجان خالص فقلت له توزير لي قرار مكتوب بهذا الأمر حدث هناك والحمد لله رب العالمين لعل كلية التربية هي من الكليات القلائل التي لم يحدث فيها اي مشكلة على مستوى النقاب هتقول لي بتعطفولة بتعطفولة مش كليتنا بتعطفولة بيمتحنوا عندنا بنصدفهم عندنا لكن هم كلية تانية اسمها كلية رياض الأففال لعل كلية التربية من الكليات القليلة ولعل الله تعالى صرف هذا البأس لأن الناس سفهموا إلى حد كبير كان الأخوات يقولوا ممكن نعمل مصك يجيبوا للمناديل ويعملها مناديل ايه هو بتاعت ايه هو النقاب نقاب ما لما شال النقاب وحط بتاعت كمامة يبقى أنا عملت ايه تلابد ان احنا نعليه طبعا هناك أخوات يعني ابتلينا ابتلاء شديد في سبب ذلك الأمر ولكن أجرهن عند الله تعالى إذن أول حاجة الأساسة بتوى الجامعة وإن شاء الله احنا نكتهد في هذا الباب هابعت الورا دية مرة تانية هنعمل حصر بكل أساسة الجامعة في مصر كلهم ونبدأ نوديلهم الورا دية من تاني ونعمل رقم جديد وإيميل جديد ونعمل إدارة اسمها إدارة متابعة الأزمة أزمة النقاب دين ونشجع إخواننا أساسة الجامعة والمدرسين المساعدين والموعدين وكله نشجحهم إن هم يسيروا في هذا الاتجاه اللي هو عدم طاعة هذا الأمر مخالف الإسلام لأن رئيس الجامعة أو العميد أو أساس الجامعة اللي هيمنع المنتقبة هو عاصل الله والرسول يبقى عاصل الله والرسول يبقى زيه زي اللي بيشرب الخمش وزي اللي بيزني بولدته وزي اللي بيأكل الميت حرام رجل بيتلبس حرام دي هذا ما يمكن هنصنعه بالنسبة للطلبة أنتوا طلبة بقى فكروا وادرسوا المسألة وشوفوا ممكن إيه اللي ممكن يحدث لكن على مستوايا ما أتكلم به وما أقدر عليه سأصنعه فلابد نحن نفهم إن الواقع صعب وليست هناك حرية كما يقولون نحن إلى الآن لم نكسب أي مكسب إلى الآن لم نكسب أي مكسب من اللي بيكسب دلوقتي النصارى اتنين العلمانيين ثلاثة الرافض هما اللي بيكسبوا طب وإحنا اختلفنا وتشتتنا وتمزقنا واتطاربت كلمتنا وأصبحنا يعني متنسلين متفرقين فتجرأ علينا الأعداء ولذلك هنعوزين نرجع لقواعدنا من جديد نرجع للأصول الطيبة الشريفة لابد أن نوقر الكبير ونحترم الصغير وأن ننشر الأخلاق الفاضلة لابد أن نفكر لصالح الأمة نفكر لصالح الأمة إزاي أنت تساعد أخوك المسلم تساعده إزاي ساعده في حاجاته في طلباته تخفى في المعاناة عنه إزاي إن أنا أنصر الإسلام بطريقة عملية صحيحة قلت إن كل واحد يعمل مشروع مشروع أن تكون سببا في هداية واحد إن كل أسبوع تكون سبب في هداية واحد تنمر على واحد عندك في المنطقة الودة مشهور في المنطقة الودة بلطاج وما وما ودايما ما بيزراش زراش ما بيزراش زراش سدره مفتوح شبيح وبلطاجي وبيعمل كل الموبيقات هل ممكن أدعوه وأكون سبب في هدايته شدي حيلك معه شدي حيلك معه وأول مربنا يهديه وتبدأ السنارة تغمز معه يبدأ توفيق من الله شوف التاني يبقى كل شهر عندك أربع مشاريع دعوية كن سببا في هداية عاصن إيه المانع من ذلك الأمر ادعيله في جف الليل تصدق وهدي زره هاته إلى مجلس الخير والعلم خذه إلى المستشفى ليزور المرضى خذه إلى المقابر ليزور أصحاب القبور قص عليه قصص أصحاب الذنوب والمصابين بالمعاصي قص عليه قصص أخبار التائبين ده كلها حاجات موجودة يعني بعض الإخوة اللهم الأطباء تخصوا سنة مركزة المريض سنة مركزة قلبه بيقف أو قبل قلبه بيقف بيكلم دون أن يدري فمثلا واحد يقول انت يا الله انت يا الله أم صلي يا إله يشوف حارس على ماذا على الصالة لأن الرجل ده قبل ما يخش في الغيبوب بتاعته هو مريض في البيت أو هو يخش البيت يقول لولادي أم يا الله صلي أم صلي يأمرهم بالصلاة فلما غاب عن الدنيا اهل على سانه أم صلي بياده إلى الله يا سلام بياده إلى الله منشغل بالصلاة منشغل بالصلاة ممكن واحد تاني مثلا يقول كلمة مش كويسة مش عاوز أقول كلام كلمة مش كويسة لأنه منشغل بهذا الوضع قال الله وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ انشغل بالإسلام لا تنشغل عن الإسلام ولكن انشغل بالإسلام حتى إذا ميت موت على الإسلام فاهمني فاهمني لا تنشغل عن الإسلام ما تنشغلش بالخبط والرأع والفرجة والجري والطنطط والبتاعك وخبالك إزاي لا تنشغل عن الإسلام ولكن انشغل بالإسلام إسلام معاك ليلك ونهارك كلامك وفعلك إيامك وأعادك نومك وصحيانك كل حياتك كلها إسلام قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وعندها إذا ميت في أي لحظة هتموت في على الإسلام المتة دي كويس ألا مش كويس إخواني إن انت تموت مسلم تموت موحد ده المتة جميلة جدا نحن نسمع ناس واحد مات ورصه في قلب عزاكم الله دورة المي سبحان الله بنسبة واحد اتدبح في خمار آخر منظر شافه وراقصه وآخر حاجة دخل تسمعه الرأس والأغاني ومات في هذا الوضع سوء الخاتمة والعياذ بالله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يأخذ بأيدينا وإياكم إلى الخير